أطلقت مؤسسة حياة كريمة أولى مرحل البرنامج التدريبي لطلاب الجماعات من أجل تعزيز دور العمل التطوعي بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب من مختلف المحافظات للتعريف بمؤسسة حياة كريمة والمشروع القومي حياة كريمة من خلال المشاركة المجتمعية للبرنامج التدريبي وذلك يستمر ثلاثة أيام يعتبر بداية انطلاق مبادرة التوعية بأهمية العمل التطوعي والعمل المجتمعي لطلاب الجامعات عن طريق تدريب الطلاب على المهارات الحياتية والزيارات الميدانية ويتضمن البرنامج تنفيذ ورش عمل وأنشطة تفاعلية متنوعة وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب قامت مؤسسة حياة كريمة ببدء المرحلة الأولى من برنامج حياة كريمة لتدريب طلاب الجامعات على قيم التطوع بهدف دمج الشباب في مبادرات حياة كريمة من خلال التوعية بأهداف المشروع القومي وجهود المؤسسة واستخراج الأفكار والمبادرات الشبابية لتطبيقها على أرض الواقع بقرى حياة كريمة وبتنفيذ وإدارة شباب الجامعات الجزء الأكبر اللي أهم عليه مؤسسة حياة كريمة هو الجزء بتاعمل الطوعين فكان الدور الأساسي أننا ندعمونيج أن نوري الجزء للشباب عشان يكون عندهم الحافظ أنهم يكونوا موجودين كمتطوعين مؤسسة حياة كريمة نحن النهاردة بنبدأ البرنامج التدريبي بتاعنا بورشة عمل عن حياة كريمة وبنستقبل أفكار ومبادرات الطلاب اللي حابين يطبقوها على أرض الواقع في قرى حياة كريمة المقدم والمشاركة في تقديم مقترحاتهم لتتبناها المؤسسة وتنفذها الأمر الذي يعكس اهتمام الدولة والمؤسسة بالشباب وبأفكارهم ومشاركتهم موضوع كبير قوي وتلاعى أنه مش مقصر بس على مساعدة الناس علاجيا لا هو مساعدة من كل ناحية وأنه تطوير مصر نفسها رحلوة جدا وتبادل الأفكار جميلة جدا ما بيننا والمؤسسة مساعدانة بالأفكار قدونا برضو شوية أهداف كده نمشي عليها تدعم الفقرة وبتدخل مياه للناس بتخلي حياتهم أفضل فعلا هي فعلا اسمها حياة كريمة وهي اسمها على مسامة فعلا بتخلي الحياة كريمة فعلا كان في أفكار كتير طلعة من الشباب وأفكار لذيذة جدا حلوة جدا إن شاء الله أتمنى حاجة في يوم يعني تتنفذ لو مشارك يعني مشروع بتاعي يتم تدريب الطلاب على عدة مراحل تتضمن نأورش عمل للتدريب على المهارات الحياتية المختلفة بالإضافة إلى التدريب على مختلف المهارات والموضوعات الخاصة بالتطوع وإثراء فكر طلاب الجامعات بالمعارف والمعلومات التي يهتم بها شأن العام